الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محدثكم خالد السعيد وناقشة المواضيع والقضايا يومياً وبإمكانكم دائماً مشاركة آراءكم في خانة التعليقات وتقييم المقطع بالضغط على زر الإعجاب ولدعم القناة يفضل الاشتراك فيها مع تفعيل تنبيهات ليصلكم كل جديد التكنولوجيا أحد الوسائل الحديثة اللي أصبحت شبه أساسية علماً بأنها من الكماليات فتلاحظون بعض الناس من يوم يصبح ما يقوم يقرأ ذكاره ويغسل وجهه بل تلقاه يقوم يمسك الجوال ففي هذا المقطع وكعادة أغلب المقاطع بإذن الله بحاول أجيب لكم آخر أخبار الساحة التكنولوجية من تطبيقات وأنظمة وحتى الأجهزة وخلونا نبدأ بأكثر البرامج اللي يستخدمونها أغلب الناس في أجهزتهم وأول البرامج أو التطبيقات اللي بنتكلم عنها هو الواتساب أو على قولة بعض الشيبان واتساب قالوا بالوضع غانجستر كنا في شوارع نيويورك فتطبيق أو برنامج واتساب الآن يحصل فيه العديد من التعديلات فصار الواحد إذا بغى يشارك بعض الصور فأن برمجيات الفيسبوك بتركز على الأشخاص اللي في الغالب يأخذون الصور ويعيدون إرسالها والظاهر الموضوع ذا بيكون له علاقة بحقوق النشر لكن واتساب تدعي أن هدفها من وراء الموضوع أنها تحارب الإشعاعات والأخبار الغير صحيحة عد الله يعين ذا الشيبان كلما جت مناسبة قاموا يحطهم منها الصور ويعيدون إرسالها وشكل هالنظام الجديد اللي في فيسبوك بيضغط عليه عاد نصيحتي لكم اتركوا ذا البرنامج وحولوا البرنامج تواصل أفضل مراحل من الواتساب غير أن فيها عرب ومسلمين مطورينه واسمه توكس وموجود على كل المنصات اللي يبي يحمله على أنظمة الأندرويد أو أنظمة أجهزة أبل ونظام ويندوز الخاص مايكروسوفت وحتى الأنظمة الحرة أو المفتوحة المصدر مثل نظام بي اس دي ومجموعة توزيعات أنظمة جنو لينيكس وبرنامج التواصل هذا فيه كل طرق التواصل وأفضل من الواتساب غير أنه محمي ومهو بس خصوصيته عالية فصعب على الواحد أنه يخترق الحساب الموجود في برامج توكس للتواصل وبحط لكم البرنامج في خانة الوصف وحاولوا تنشرونه بعد لأن فيسبوك دام منها الحين بدت بالصور عز الله بكرة بتحول للمقاطع سواء كانت صوتية أو مرئية اللي هي الفيديو ويلا عاد بيأكلونا حقين الشيلات ولي ركبون المقاطع لكن اللي ما يدري فيه خبر طالع أن المدير التنفيذي المنصة واتساب طالع من الشركة طبعاً اللي ما يدري أن واتساب تطبيق تابع لشركة فيسبوك واللي ما يدري وش صار على فيسبوك فمشاكل الخصوصية وهي المعلومات اللي يمتلكها كل مستخدم موجودة في خوادم أو سيرفرات شركة فيسبوك طبعاً بعض الناس يقول خلهم يأخذون المعلومات وهو ما يدري أن المعلومات ما تأخذ باستهداف شخصي فقط بل قد تكون للجماعات وفي الغالب أن الموضوع يتعلق باللي يسمونهم شركات الطرف الثالث اللي يشترون من فيسبوك المعلومات الخاصة بالأعضاء الموجودين فيها ويبيعونها عاد من المنصات الثانية اللي طايحين فيها الناس وأيضاً تابع لشركة فيسبوك هو تطبيق انستجرام اللي كان مخصص للصور ثم تطور إلى المقاطع المرئية أو الفيديو والآن اشتهر بالبثوث المباشرة فبعد ما تأثرت منصات واتساب وفيسبوك وحتى انستجرام والماسنجر فبعد ما تسربت الكثير من المعلومات الموجودة في الحسابات زادت الشكاوي بسبب كثرة الحسابات المزيفة اللي عادت نشر بعض الصور اللي قد تكون مخلة بالأداب فالآن شركة فيسبوك تبي تحاول تبرمج منصة جديدة بحيث انها تكشف اللي يعيد نشر الصور هذه والواحد في النهاية ينتبه لأن الحين يا الله الواحد يسلم من الحسابات اللي تدفع عليها فلوس فما بالك بحساب أي واحد يقدر يفتح ببلاش لو بعضهم من قل الثقة بالنفس يقوم يشتري متابعين لكن لعل البرمجة الجديدة اللي بيسوونها تقضي على اللي عنده حسابات واجد وما يستخدمها بالطريقة الصحيحة لو بعدين أنا استغرب الأشياء اللي موجودة فالإنستجرام يقدر الواحد يسويها في أغلب المنصات الثانية وخاصة منصة اليوتيوب أو المنصات التابعة الجوجل واللي تعطيك عليها دعم مادي على المحتوى اللي أنت تقدمه لكن الظاهر الناس بعيدين عن منصات جوجل لأنها شديدة من ناحية العالم اللي تشتري متابعين ولا ذا العالم اللي عنده حساب واللي ماسك الحساب ستين شخص ثم آخر شي يتهاوش واحد منهم ويطلع صاحب الحساب ويقول هكراني وهي في النهاية سوء تفاهم بينه وبين زميله اللي كان يعرف الكلمة السرية واحد المنصات الثانية اللي تجيب لهم والناس طايحين فيها منصة السنابشات وتذكر بعض المصادر أن سنابشات ناوية تبدأ بمنصة ألعاب جديدة وسموا مشروعهم كونياك أو بالإنجليزي project cognac عد اللي ما يدري وش الكونياك هذا نوع من النوع الخمور فقبل سنة طالعها أبحاث تصنف الناس اللي يلعبون الألعاب أكثر من ساعتين في اليوم مثل مدمنين المخدرات عد يلا جتك سنابشات الآن وحطات لك مشروع الله يكفينا شره ويقولونهم بيعلنون عنه في شهر إبريل وأنا مدري وش عاجب الناس في منصة السنابشات وخاصة مع فقصة الزر ذي اللي أحس أنها أثرت على العديد من الأجهزة واللي صدق أثرت على نفسيتهم الشيبان اللي يتصورون بالسنابشات فتعرفون السنابشات لها عدد ثواني وما يعطيك الصلاحية أنك تصور بالوقت اللي أنت ترغب فيه ويقومون يصورون هالشيبان واللي يقول سالفه واللي يشرح موضوع واللي يتناقش ثم كل شوي لأخلصت مدة المقطع ويا فلان عد ويا فلان عد وما تشوف إلا وجهه كأنه مل من الموضوع عد فكرة السنابشات وأيضا للإستغرام كانوا مخصص للشركات فالشركات هم اللي يحطون مقطع ما يتعدد دقيقة وصورة يعلنون فيها عن المنتج وكذلك المشاهير إذا بغوا يعلنون عن أي شيء فأنهم هم بحاطين مقاطع طويلة ففالغالب يعرضون صور أو مقطع قصير فيليت العالم اللي قاعد تنفيه السنابشات تحول لليوتيوب وخلونا ننتقل للأنظمة فتدرون أكثر الأنظمة اللي تستخدم سواء كانت في الهواتف أو الأجهزة يوجد فيها نظام أندرويد أو اللي يسمونه بعض الناس أندرويد عفط أم المنتج أنا ما أدري شلون عفطة وأم ذا الاسم لكن ويذكر أن التحديث الجديد اللي باسم أندرويد كيو بيحسن آداء الأجهزة فأكيد إن كانت برمجيات النظام مفتوحة المصدر فأي واحد يقدر يطلع عليها ويطورها ويذكر أن أندرويد بيطور نظامها القادم وبيكون لها أثر حتى على الصور وقارنوها أيضا بنظام آي او اس تابع الأجهزة أبل وعاد على طاري أجهزة أبل فنظام آي او اس الموجود على هواتف أبل والأجهزة اللوحية اللي هي تابلت فالتحديث الجديد 12.2 فأنا حسن آداء الشبكة لأن لما يدري أجهزة أبل جاها شكاوي من مشكلة أعطال الاتصال بالشبكة والصراحة أنا مدري ليش الناس تشتري أجهزتهم غير أن فيه لها بديل أرخص وأفضل أداء فمشكلة أنظمة أبل أنها تعتمد على الاستحكار ببرمجياتها وهذا بيصعب تحسين آداء الأجهزة والبرمجيات وبدال ما يكون فيه العديد من الناس اللي يقدرون يتطوعون في تعديل أخطاء النظام مثل ما يصير مع أندرويد على سبيل المثال فالأخطاء الموجودة في أجهزة وأنظمة أبل ما يصلحها إلا الشركة نفسها يعني انتظر إليه ما تجي شكاوي الناس ثم الشركة هتقرر عاد اللي بيروح يرجع لتاريخ أبل في حل المشاكل النظامية اللي تخص برمجيات الجهاز أو التطبيقات فلها تاريخ تعييس إلا أنك تستغرب من بعض الناس اللي يدافعون عن شركة أبل بس الظاهر قيمة المبلغ اللي يدفعه الواحد شوي وياخذ قرض علشانه كان له دور والله العالم لكن خلونا ننتقل للنظام التعييس اللي بعده واللي كان منتشر ويمكن الحمى عادي يستخدمه إلا فئتين الفئة الأولى اللي هم راعين الألعاب الإلكترونية والفئة الثانية الموظفين عاد أكيد عرفته وهو نظام ويندوز أو مايكروسوفت ويندوز فمايكروسوفت تأخرت لها سنوات خاصة مع منافسة الشركات التكنولوجية اللي قامت تسيطر على السوق فالآن سمحت مايكروسوفت في تحميل تطبيقات وألعاب نظام أندرويد عاد اللي ما يدري يروح يشوف المتجر حق مايكروسوفت يهيش ذبان يعني ما أحد يقربه أما إذا انتقلنا للأجهزة وخاصة الهواتف الذكية فسامسونج بتبدأ بتطوير شاشاتها للأجهزة غالكسي اس 10 عاد مدري بالله شكلها يسوى أحس أنها ما لها داعي أما لانتقلنا لشركة هواوي فجد شكوى وقضية ثانية على الشركة بسبب المشاكل الموجودة في هواتفهم الذكية وآخر قضية صائرة في الولايات المتحدة الأمريكية بجزيرة هواي عد هالجزيرة معروف أنها سياحية فهوش اللي حاصل فالمدعي في المحكمة يذكر أنه كان يمشي في الجزيرة والجوال أو الهاتف الذكي في مخباه يعني في جيب الرجال طبعا ما هو بجيب سيارة جيب يعني مخباه المهم أنه قب ويعقب منفجر الجوال يذكر أنه قاعد يتلوى إلى ما أسعفه ويقول أنها أثرت في نفسيته فما يلعم دافع عند راههم رايحا يتسيح وخربت عليها أم القرض اللي ما أخذه عد هذا لا تستبعد تأخذ عليها قرض علشان تروح تسافر هواي أما اللي يذكر بعضكم أجهزة البلاك بيري فحلف الشمال الأطرسي أو المعروف باسم الناتو يذكر أنه تمكن من أجهزتهم يبي يحاول ياخذ فكرة برمجيات البلاك بيري اللي تخص تشفير البيانات طبعا اللي ما يدري أن حلف الشمال الأطرسي أو الناتو من المنظمات العسكرية اللي هدفها عالمي يعني ما هي بخاضعة لدولة معينة بل كأنها شركة متعددة الجنسيات وتمشي للهداف اللي تخطط عليها عدل ما يدري أن الكونغرس الأمريكي استدعى العديد من شركات اللي لها علاقة بتكنولوجيا ومن ضمنهم شركة فيسبوك اللي تكلمنا عنها في بداية المقطع أما عن آخر الاختراعات اللي تخص الآلات فالآن فيه اختراع يوقف السيارة بواسطتها واللي طورتها شركة فرنسية اسمها ستانلي روبوتكس وهي عبارة عن عربية أو قلس أوسطها تشيل السيارة وتوقفها وهذه صراحة بتخدم في مكانين حقين المعارض وحقين التوقيف فعز الله بتخدمهم ويذكرون أنهم حطوا لها سعر وبإمكانكم تحصلون مقاطعها في منصة اليوتيوب لو تكتبون ستانلي روبوتكس وأما عن الاختراع اللي صراحة يحتاج نركز عليه وخاصة الكثير من الناس اللي يهتمون بالجانب التكنولوجي ما يركزون على جوانب الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية فالآن فيه اختراع تم تطويره يحول الهواء إلى ماء نظيف قابل للشرب وتم تطويره في جامعة تيكسس بالولايات المتحدة الأمريكية ونزلوا لها أيضا مقاطع في منصة اليوتيوب لو تكتبون سولر باور كلينز واتر والصراحة نحتاج خاصة اللي صار وجود هالاختراعات في مناطق تحتاج للماء وبيني وبينكم وبصراحة من اللي ما يحتاج للموية خاصة في وقت تحتاج تركب صفايات عشان تنقيها من الأملاح اللي فيها وخاصة مادة الفلورايت وإلى هنا وصلنا نهاية المقطع لكن شاركوني آراءكم في خانة التعليقات ولا تنسون تقييم المقطع بالضغط على زر الإعجاب ولدعم القناة الفضل للاشتراك فيها مع تفعيل تنبيهات ليصلكم كل جديد